روح تليم انت نجم يا بيت مصر مش دخل ادماغي او سي سامي اي نوح نجم في مصر يروح يشتغل طبخ ناك في امريكا مجنون عشان كده في الفترة دي تلعت علي اشاعة ان انا التكبت جريمة اتل في مصر وهربان تلعت علي اشاعة فعلا بكده وناس كتير بقى ويقولوا كده قالوا كده فعلا صح فعلا مزبوط قالوا سامي فهمي قتل حد وهرب وهرب مزبوط انا هربت بس ما قتلتش قتلت موهبتك امتل قتلت نفسي ومشيت وانا لما افكر فيها دلوقتي بعد ما عقلت بلاقيها ما كانتش حاجة صحة ابدا خصوصا ان انا كنت عايش في امريكا بجسدي بس انا في مصر ليل وانهار في مصر طبو انت في الفترة دي ما جيتش مصر ولا مر لا جيت 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 في طعيم واستضمت بحاجات كتيرة جدا في مصر ما كانتش موجودة في امريكا وما لحقتش هتعود عليها مشيت لكن طول الفترة دي ما حنيتش لحظة المصرح للسينما للتليفزيون حنيت جدا وكنت عايش اعرف اللي حنيت له قاوي ايه مصر اكتر من الفناني طب مين كان على تصال معاك وانت مسفهم من الفنانيين مسلا كتير يعني حسب مين جاي يعني اخر حد كان عندي الله يمسي بالخير لطفي لبيه وقضينا وقتنا انت عمدة المصريين هناك من وجه نظري عكس ما اي حد يفكر اتعلمتي كويس قوي يعني وجودي في امريكا علمني حاجات كتيرة جدا لدرجة ان انا يعني لما همثل او ما هتشوفني هتلاقييني حاجة تانية خالص لان الامريكان ملوك التمثيل في العالم او ملوك الفن بشكل عام في العالم مع احترامي لأعداء امريكا اللي هو يقولك امريكا وحشة والكلام ده الا انهم في الحتة دي وعلى فكرة الامريكان بيحبونا جدا عكس ما الناس بتقول الامريكان بيحبو جدا جدا المصريين بالتحديد مثل عرب بشكل عام المصريين بالتحديد وبيحترمونا جدا وبيحترمو تارخنا عكس ما الناس كتير فهمة واللي بيجربنا في امريكا انا غيرت الموضوع معلش بس لا لا ابدا المهمة اوي ان انا اقول الحتة دي اللي جرب اللي بيشتغل في مصر المصري اللي بيشتغل في امريكا اكتشف انه احسن واحد بيشتغل قمة في النظافة قمة في الإخلاص قمة في الشطارة في النشاط شفت النهاردة محلات الأكل الموجودة كلها في الشوارع دي كلها مصريين العربيات دي كلها أنا عايز أفتكر اسمها العربيات الهدج دي كلها مصريين شطرين عاملين دي شركة بقت كبيرة وفي أوروبا كمان وبعدين الناس بتحبهم وبيسكوا فيهم ونضاف وحاجات كده بس أنا حاجة تانية غير السكة دي خالص السكة دي لها نسحة يعني أصعب لحظة مرت عليك في أمريكا على مدار التلاتين سنة أصعب لحظة مرت عليك في أمريكا هي مش لحظة هي سنة سنة الإخوان دي كانت سنة تعيسة يعني مش علينا بس على الكتيرين بس أنا بالذات كنت تقريبا بعيد كل يوم لاني كنت حزين جدا على مصر وكنت أساءت التقدير وأنظر استميت الشعب المصري قلت الإخوان جم ومش حيمشوا إنما شكرا ودي مفاجأة لك لنساء مصر لأن حقيقي الست المصرية هي السبب الأساسي في خلصنا من هذا الكابوس طبعا الرجالة برضو قاموا بمهمتهم بس الستات كان لهم تأثير غير عادي في تحريك الحكاية إنت جاوزت أمريكا؟ ولا جاوز مصرية؟ أنا عمري متجاوزت أمريكا أنا ولا عمري أنا كنت متجاوز مصرية وبعدين جاوزت تونسية دي زوجتك التانية؟ دي زوجتي نمبر تو نمبر ون؟ نمبر ون مصرية موجودة؟ لا موجودة إيه يعني اتنين مع بعض مش الدرجات دي أنا في أولاد؟ في ابن من الأولانية عمره قد إيه بقى؟ عمره دلوقتي حوالي 30 سنة بصراحة أنت خلاص رجعت أنا رجعت خلاص صبعا رجعت تمثيل رجعت بالتمثيل في سؤال مهم بيطرح نفسه جدا يعني نجومية في تلفزيون نجومية في السينما نجومية على المسرح بعد الدخول بالمبس الرسمي وشخصية المسرحية قاعدت يعني سنين تتارد ومحقا نجح كبير كل تتسيبه وتروح قفل الصفحة وتهاجر ليه؟ الإجابة واحدة بس اللي هي دايما تتقال بس الناس ما بتاخدها السيريز أن الفنان مجنون حقيقي لما تفكر في الفنان الحقيقي الإنسايد هم فنان تريه في حتة جنان فأنا كنت مجنون إن أنا عملت كده عملت كده بناء على حصل بيني وبين ممكن أسألك سؤال لما هاجرت اشتغلت إيه؟ أول حاجة اشتغلت هاي أول حاجة اشتغلتها اشتغلت في محل كنت بعمل قهوة أو شاي أنا لما سفرت كان معايا شوية فلوس عشان أدرس وبقى أنا ما هاجرتش أنا سفرت عشان أعود سنة وارجع طبعا أنت شغال وكويس وعمل مسرحيات إيه اللي حاصل ومسلسلات ومكسر الدنيا ومعروف والبيل يبادي أتلعب كل دا ولا حاجة كان نفسي أبقى مخرج وقولك مجنون حيرتني معاك يا أخي حيرتني معاك أنا داخل المعهد عشان أبقى مخرج فبقيت مماثل فسألت حسين فهمي الحل إيه؟ قالي الحل اختفي سنة روح ادرس إخراج وتعالى طب محسين فهمي درس إخراج جاشتائي ما هو دا المشكلة إنه هو أقنعني بالحكاية دي فسافرت لما سافرت بدأت أعيش في أمريكا وبذأت أحب أمريكا وللأسف يعني أنا حبيت أمريكا لأن أمريكا لو تبكرت فيها بعمق ما تتحبش انت عشت فيها كم سنة؟ عشت فيها أكتر من 30 سنة وبعدين ما قدرش أقول عشت كفحت فيها أكتر من 30 سنة اشتبعت الأول في قهوة؟ مش قهوة حاجة اسمها ديلي ديلي دي زي ميكس بين كافيتيريا ومكان بيتباع فيه الجبن والحوم والسنة والشات والحكاية وبعد كده وصلت في ده وبدأت أدرس درست في هانتر كوليج درست إخراج وخلصت أمريكا خدتني عط ممشتش 30 سنة بيشتغل إيه بقى؟ قل لي الوظيف اللي انت تقلتها هناك اشتغلت في نفس المهنة الفود الأكل طبخ شطر طبخ شطر طبخ شطر جدا بس انت يا سسامي كان وانت في مصر كان عندك اي ميول في الطبخ بتحبك طبخ؟ اه طبعا يعني لما روحت هناك كان فيه حاجة فيه موادر يعني لما روحت هناك مفلص بقى الفلوس خلصت فاعرف طب روحت ليه بقى انت نجم يا بيت مصر مش دخل دماغي يا سسامي نجم في مصر يروح يشتغل طبخ هناك في أمريكا مجنون